ألم يقل الكتاب المقدس أنتم ملح الأرض إن فسد الملح فبماذا يملح ألم يقل الكتاب أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات وإن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون إحنا المفروض كما يقول كتاب عيشو كما يحق لإنجيل المسيح ويقول الكتاب المقدس من يقال أنه ثابت أن نسلك كما سلك ذاك يعني يكون سلوكنا مثل سلوك الرب يسوع المسيح أو كما قال الرسول يحنى يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق فإذن هذه الأوبئة كلها منتشرة ولكن أخطر وبأ أخطر وبأ هو الفساد الخلقي هذا الفساد عندما يستشري ويتفشى في المجتمعات رح يدمر المجتمعات من الداخل ويعني لا تغلطش في الموضوع الإمبراطوريات العظيمة هزمت مش من الجيوش من برا من الفساد الداخلي الفساد الخلقي وإذا أي بلد أو أي شعب فعلا طلب يعني عم بيبعد الله من حياته فأنت رح تتحمل النتائج ورح تتحمل المصائب فأنا بدعو الناس كلها أنه رب يحررنا من الفساد الخلقي ونحن في أيام صدقني النجس رح يتنجس أكتر ولكن الطاهر رح يتطهر أكتر ورح يكون فيه يعني حد فاصل يا مؤمن يا غير مؤمن هاي المسيحية الإسمية والمسايرة والمساومة كلها رح تنتهي ليه رح ييجي مواقف وظروف معينة اللي رح توضح حويتك أمام الناس يا أنت مؤمن يا غير مؤمن وإذا أنت مؤمن أنت مستعد لمجيء المسيح مستعد للقاء يسوع المسيح بغض النظر أحبائي سواء دخلنا الضيقة أو اختطفنا قبل الضيقة أو خلال أو بعد بغض النظر أكون مستعد بغض النظر أعيش بقداسة التي ترضي وتشرف تشرف الرب يسوع المسيح